شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول العائلة هناك كلمة معروفة تقول إن اللبنة الأولى في بناء المجتمع هي العائلة المجتمع يتكون من مجموعة من العوائل فإذا كانت هذه اللبنات لبنات سليمة كان المجتمع سليما وإذا لم تكن هذه اللبنات سليمة المجتمع لا يكون سليما ولكننا نريد أن نشير إلى نقطة أخرى وهذه النقطة هي أنه كما أن العائلة تشكل تشكل اللبنة الأولى في بناء المجتمع كذلك تشكل الحسن الأخير للمجتمع قديما قديما كانت هناك قلاع هذه القلاع أحياناً كانت تنهار واحدة بعد الأخرى أحياناً ولكن خلال هذه الأعوام من مئة عام إلى هذا اليوم جاءوا إلى هذه القلاع التي كانت لنا وهدموها الواحدة بعد الأخرى ولم تبقى عندنا إلا القلعة الأخيرة وهذه القلعة الأخيرة هي العائلة الحكومات غالباً مو بيد المتدينين الإعلام غالباً بيد الآخرين الجرائد المجلات المناهج التعليمية هذه كلها بيد الآخرين إحدى الأشياء إذا أنتم تقارنون بين المنهجين المناهج الموجودة في بلادنا والمناهج الموجودة في المجتمعات الغربية أخذوا المنهجين قارنوا فيما بينهما المناهج الغربية تشد الطالب الغربي إلى تاريخه تجعله يعيش التاريخ تجعله يعيش الانتصارات التاريخية ولكن قارنوا مناهجهم بمناهجنا مناهج المناهج التعليمية الموجودة في بلادنا الحضور التاريخي فيها ضعيف جداً ولذلك هذا الطالب عندما يتخرج فهو ضعيف الارتباط بقادته ورموزه هذه قضية مخططة فأخذوا منا جميع هذه القلاع ما هي القلعة الأخيرة التي بقيت القلعة الأخيرة التي بقيت قلعة العائلة إذا هذه القلعة سقطت يعني الأمة انهارت في داخل العائلة توجد هناك مجموعة من الروابط نحن في هذه الليلة نشير على وجه الإجمال إلى رابطتين هاتان الرابطتان ينبغي علينا نحن أن نفكر فيهما إذا هاتان الرابطتان كانت رابطتين سليمتين هذه القلعة الأخيرة تبقى لنا الرابطة الأولى وهي رابطة مهمة جدا رابطة كل من الزوجين بالآخر كيف يجب أن تكون رابطة الزوجة بزوجته وكيف يجب أن تكون رابطة الزوجة بزوجها هذه القضية تحتاج إلى تأمّر أنا أذكر لكم في هذا المجال خمس كلمات هذه الكلمات تبين جوانب من هذه الرابط الكلمة الأولى الله تعالى يقول في القرآن الكريم وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَ علاقة الزوجين يجب أن تبنى على قاعدتي المَوَدَّةً وَالْرَحْمَ المَوَدَّةً جداً مهم طبعاً هذا مثال ولا نقصد هذا المثال بحرفيته الشاعر يقول ما ترجمته المَوَدَّةً تُحَوِّلُ الْأَشْوَاكَ إلى ورود انتو عدكم علاقة بأشياء مادية عدكم علاقة بسيارتكم علاقة مادية علاقة عملية عدكم علاقة بهذا البيت الذي يغلكم هذه علاقة عملية ولكن لا توجد هناك علاقة عاطفية بيننا وبين الأشياء عادة العلاقة المادية العلاقة العملية لا تكفي لإنجاح العائلة العائلة يجب أن تبنى على قاعدتي المَوَدَّةً وَالْرَحْمِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً المَوَدَّةً الْحُبْ وَلَعَلَّهُ هُوَ الْحُبْ الْمُظْهَرْ إِظْهَارُ الْحُبْ أَكُوْ بَعْضَ الْأَفْرَادْ يُحِبُّونَ وَلَكِنْ لَا يَعْرِفُونَ أَنْ يُعَبِّرُوا عَنْ حُبْهِ أَكُوْ فِي الْأَحَادِيثِ إِذَا تَحِبْ أَخُوكَ الْمُؤْمِنَ قُلْ لَهُ أُحِبُّكَ الآن ربما هذا التعبير ربما لا يكون مطلوبًا في بعض الأحيان ما يؤدي هذا التعبير أظهر أنك مشدود إلى أخيك المؤمن الدين يحب أن تكون العلاقات الاجتماعية قائمة على قاعدة الحب والمود وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمٌ هذه الكلمة الأولى الرحمة المرأة في حالة ضعف أو الرجل في حالة ضعف الله تعالى جعل الحياة بشكل كل واحد منا يمر بفترة ضعف في عهد الشيخوخة وهذا واضح ولكن حتى في عهد الشباب الفرد يمر بمراحل ضعف الرحمة يعني أن تشفق على ضعفه الشيخ عبدالكريم الحائري رحمة الله عليه الذي كون هذه الحوزة العلمية في قوم عالم مرجع له أعمال مشكلات إدارة حوزة قضية مشكلة جدا كان عنده امرأة مقعدة كان يخدمها بنفسه هو كان يخدمها ما جاب لها خادم حتى تخدم هو كان يباشر خدمته في قوم في الليالي كانوا يصعدون إلى السطح وفي الظهر يذهبون إلى السراديب تحت الآخر لأن هذه المكيفات ما كانت موجودة فكان يحملها على ظهره ويصعد بها إلى السطح وينزل بها إلى السرد هذا مظهر من مظاهر الرحمة هذه الكلمة الأولى الكلمة الثانية أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في حق سيدة نساء العالمين صلوات الله عليه فوالله ما أغضبتها ولا أغضبتني زوجان يعيشان عشرة أعوام أو أكثر أو أقال ولا مرة واحدة لا الرجل يغضب زوجته ولا المرأة تغضب زوجها هذا منهج لنا هذه الكلمة الثانية الكلمة الثالثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول لابنته سيدة نساء العالمين لا تطلبي من زوجك شيئا أنا قبل حوالي شهريا ذهبت إلى رجل طاع في العمر توفي زوجته في قوم ونقلت إلى العتبات المقدسة في العراق الرجل يمكن في حوالي الثمانين من العمر كان يبكي وهو ينقل لي هذه القضية كان يقول هذه زوجتي ما كانت تطلب مني شيئا أبدا أبدا كلما أقول لها ماذا تحتاجي أشتري لك شيئا ما كانت تقول شيئا يعني لن فكر أن هذا فقط للصديقة الكبرى صلوات الله عليه هذا تعليم عام لجميع المؤمنات بل عندنا في الأحاديث حديث عجيب أن النبي صلى الله عليه وآله بايع أصحابه هذا الشيء أنا أقوله وأنتم تسمعونه إذا تطبقوا أسبوع واحد تعرفون مدى صعوبته بايعهم على ألا يطلبوا من أحد شيئا الرواية في البحار موجودة أنتوا قاعدين على المائدة والماء في الطرف الثاني ما تطلبون من ذلك الطرف أن يعطيكم الماء وإنما تقومون وتدورون حول المائدة وتشربون الماء طبقوا هذا الشيء لمدة أسبوع واحد أن لا تطلبوا من أحد شيئا شوفوا كم هو مشكل النبي بايع المؤمنين على ذلك بيعا وفي حديث آخر مذكور في بحار الأنوار أيضا أنه النبي صلى الله عليه وآله ضمن لقوم الجنة على ألا يطلبوا من أحد شيئا إطلاقا ولذلك واحد منهم كان راكب على دابته كان يسقط شيئا منه أكو واحد على الأرض ما كان يطلب منه أنه ناولني هذا الشيء كان ينزل من دابته ويأخذ هذا الشيء بذاته الشيخ محمد تقي قائد ثورة العشرين رحمة الله عليه يقولون ما كان يطلب من أولاده أو من عائلته شيئا حتى إذا كان مريض مريض يحتاج إلى دواء ما كان يطلب من أحد شيئا هذه القاعدة الأخلاقية التي تبنى عليها الحياة العائلين هذه الكلمة الثالثة الكلمة الأولى وجعل بينكم مودة ورحمة الكلمة الثانية فوالله ما أغضبتها ولا أغضبت الكلمة الثالثة أن لا تطلب من علي أمير المؤمنين شيئا الكلمة الرابعة الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول في حديث لا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجه الله هو هذا الرجل الشيخ الكبير الطاعن في العمر كان ينقلي بعد وفاة زوجته قال بين فترة وأخرى زوجتي كانت تسألني أنت راضي عني أو لا لا شفيع للمرأة للمرأة عند ربها أعظم أو أفضل أو نحو ذلك من رضا زوجها وعلي صلوات الله عليه أمير المؤمنين عندما وقف على قبر الصديق الكبرى أو نحو ذلك لعله بالمضمون قال اللهم إني راضٍ عن بنت نبيك كل شمع الكلمة الأخيرة ما قاله الإمام السجاد صلوات الله عليه في رسالة الحقوق هذه من مفاخرنا نحن عدنا مفاخر يمكننا أن نعرضها على العالم واحد من هذا الكتاب الإمام صلوات الله عليه ذكر أن من حقوق المرأة على زوجها وتكرمها إكرام إذا جاعدكم ضيف كيف تكرمونه إكرام إذا عدكم ضيف جاء إلى بيتكم كيف تكرمونه من حقوق المرأة على زوجها أي يكرمها هذه خمس كلمات تبين تبين الرابطة التي ينبغي أن تكون بين الزوجين إن شاء الله نحاول أن نبني عوائلنا على ذلك الكلمة الثانية الرابطة الثانية وهي رابطة مهمة جدا الرابطة بين الوالدين والأولاد كيف تكون هذه الرابطة؟ إذا تراجعون نهج البلاغة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه له كلمة يخاطب ولده يقول فبادرتك بالأدب وقبل هذه الكلمة يقول وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتْهُ هذه صفحة بيضاء كل ما تعلمون ولدكم يتعلم هذه النماذج العظيمة اللي عندنا في التاريخ هؤلاء الأولياء العظام اللي عندنا في التاريخ منو كانوا؟ غالباً كانت عناية الأبواء عناية الأب عناية الأم وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتْهِ فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَغِلَ لُّبُّكِ وَيَقْسُوَ قَلْبُكِ القلب شيئًا فشيئًا يتحول إلى قلب قاسي والعياذ بالله اللب يعني العاقل يملأ انتو الظنون هذه أفلام الكارتون ماكو هنالك توجيه وراءها كلها موجهة وكلها مخططة تخطيطك وراءها تملأ هذه العقوب قبل ما عقل يمتلئ بهذه الأشياء انتو املأوا هذا الشي كان عند آبائنا قبل ما ينامون في كل يوم كانوا يعلمون أولادهم شيئًا يذكرون له قضية من التاريخ يشدونه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يشدونه بأهل البيت يشدونه بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذا كان يطلع والح بأهل البيت محب قبل أن يشتغل لبك ويقسو قلبك كان رجل ما أذكر خصوصيات الرجل وبلده رجل جدًا متدين كان كان ينقل عنه أنه نافلة الليل لم يكن يتركها اطلق كل يوم قبل أذان الفجر كان يطلع من بيته بفترة طويلة وكان يأتي إلى مكان ما أذكر خصوصيات المكان وكان يصلي في الحار في البارد في المطار كان مقيد بالصلوات الثلاث جماعة وفي الصف الأول وخلف الإمام مباشرة عندنا في الحديث لا عبرة بالنوافل إذا أضرت بالفرائل أكو بعض الأفراد يشتغلون بالنوافل ويتركون الفرائل طبعًا إذا واحد يتمكن يجمع فهو الأفضل تربية الأولاد من الفرائل هذا كان الرجل المتدين مشتغل بالنوافل وتارك الفرائل ومن هذه الفرائل تربية أولاده كان تارك أولاده ولذلك كان ينقل عنه أنه أولاد كلهم بعيدون بعداء ما كانوا يشاهدون في المجامع الدينية في المساجد في الحسينيات توفي هذا الرجل ونقل من بلده إلى العتبات المقدسة في العراق قبل أن يدفن رآه أحد علماء الدين في عالم الرؤية فقال ذلك الرجل قالوا لي في هذا العالم يعني في عالم الآخرة أنت كنت خوش رجل متدين ولكن ما كنت تفهم الدين مضمون الكلام رجل متدين ولكنه لا يفهم الدين المتدين الذي يترك أولاده لا يعتني بأولاده هذا لا يفهم الدين الحقيقة وقاية الأولاد هذه من أهم الفرائل وأشير إلى نقطة أخيرة وأختي نحن لا نفكر أنه لو صرفنا وقت على أولادنا هذا ينفع آخرتنا فقط وإنما هذا ينفع دنيانا أيضا الابن الذي لا دين له لا تأمنونه على دينار واحد تأمنوا اللي ما عند دين واحد يأمن ما يأمن أنقل لكم قضيتين متقابلتين إحداهما في طهران والثانية في قوم وأخته القضية الأولى في طهران رجل ملاك عنده ثروة ضخمة وعند من الأراضي حوالي ثلاثمائة ألف متر وَلَهُ وَلَدٌ وَحِيدٌ ابن وحيد هذا الابن يذهب إلى الطبيب ويقول له أنا أعطيك أربعين مليون تومان أو خمسين مليون تومان الترديد من اللقاء خدمة واحدة فالله هذه الخدمة أن تقتل أبي أن تقتل والدي تخلي السوم في أكله حتى يقتل ليش؟ حتى هذه الثروة كلها تنتقل إلى هذا الولد العاق الطبيب كان عنده ضمير وجدان فجاء إلى الأب وأخبره بالقضية ورفض العرض الأب متأثر جداً وحرم ابنه من جميع ميراثه بطريقة قانونية هذا النموذج الأول في طهران النموذج الثاني في قوم نموذج مقابل كان عندنا طبيب دكتور في قوم أول ما إجي إلى قوم كان موظف في مكان وكانوا يعطونه راتب كل شهر وكان له والد طاع في العمر إحنا نظن إذا جئنا وقدمنا خدمة متواضعة لأبينا لأمنا جلبنا لهم هدية صنعنا كل شيء هذا الدكتور الطبيب المربى عندما كان يأخذ الراتب كان يأخذ الراتب كله ويأتي عند والده ويضع المال كله أمامه يقول هذا المال ما لك تصرف فيه كما تفهم الأب كان يأخذ مقدار من المال ويعطي البقية لولده عندكم هالشكل؟ موظف؟ إن شاء الله عندكم كثير التربية الدينية هكذا تصنع فإذا إحنا تعبنا على أولادنا لا نرى النتيجة في الآخرة فقط وإنما نراها في هذه الدنيا نحن هذا الحصن الأخير وهو العائلة ينبغي علينا أن نحاول أن نبنيه على قاعدة أخلاقية وتربوية متينة إحدى الأشياء المهمة جدا ما تقومون به الآن أخذوا أولادكم معاكم أخذوهم إلى مشهد أخذوهم إلى العمرة أخذوهم إلى الحاج أحد الأخوة في الكويت كان يقول لي أنا أخذ أولادي للعمرة أولاد الصغار تعلمون أن العمرة والحاج مشرعة حتى للطفل اللي عمرة يوم واحد فقط قارين بالفقه يعني إذا ولد لكم مولود عمرة الآن يوم واحد أو ربع يوم هذا مستحب لكم أن تلبسوه ملابس الإحرام وتحجونه حجا كاملا تلبسو ثوبه الإحرام تودوا إلى مسجد الشجرة مثلا تقولون بالنيابة عنه لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ثُمَّ تَذْهَبُونَ وَتَحْمِلُونَهُ وَتَطُوفُونَ بِهِ حَوْلَ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ ثُمَّ تُصَلُونَ عَنْهِ رَكْعَةِي إِتْطَّوَافِ بالنيابة عنه ثُمَّ تأخذونه وَتَسْعَوْنَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَى وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ تأخذون شيئًا من أظفاره مثلا ثُمَّ تَطُوفُونَ بِهِ طَوَافَ النَّسَاءِ حَوْلَ بَيْتِ اللَّهِ تشيلوا مثلا ثُمَّ تُصَلُونَ عَنْهُ رَكْعَةِ شُوفوا الدِّين إِشْلُونَ يُلاحظ حتى الطفل اللي عمره يوم واحد أو أقل من ذلك هذا الشاب كان يقول أنا أطفالي الصغار آخذهم إلى العمره وأجعلهم يعتمرون ثُمَّ آخذهم إلى الآثار التاريخي إلى غار حراء وأشرح له شنو معنى غار حراء؟ إلى أحد وأشرح له موقعة أحد إلى بيت الأحزان مثلا وأشرح لهم ما هو معنى بيت الأحزان هذا الطفل من الآن يتربى في هذه الأجوال ينشد إلى قادته الواقعيين أنتوا إن شاء الله كثروا أخذوا الأولاد حتى الصغار منهم أخذوهم إلى مشهر أخذوهم إلى العمره أخذوهم إلى الأردن هناك مرقد جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه أخو أمير المؤمنين أخذوهم إلى القاهرة المراقد الموجودة مالك الأشتر محمد بن أبي باكر أخذوهم إلى أذربايجان اللي كانت تحت نفوذ الاتحاد السوفيتي أخت السيدة المعصومة صلوات الله عليها مدفونة في أذربايجان ولها مرقد عظيم ولها كرامات عجيبة والحكومة الشيوعية قاومت هذا المرقد بكل قوة وما تمكنت لها قضايا عجيبة هذه الأشياء إن شاء الله تخلق لكم قرة أعيون والذين يقولون هذه من صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيون نسأل الله سبحانه وتعالى أن تشملكم وتشملنا جميعاً عناية كريمة أهل البيت وعناية الإمام الرؤوف الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في هذه السفرة إن شاء الله خذوا منهما جميع الحاجات الدنيوية الأخروية الفردية والاجتماعية كرماء جداً وكرمهم شعبة من كرم الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا المنهل العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر